السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا إنه جواد كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أيها الإخوة هذا هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وأود قبل أن أشرع في هذا الدرس أن أبين لكم بأنني قد أخطأت في آية في الدرس الماضي فقلت إن الله تعالى يقول إن الله يقبل التوبة جميعا والآية إن الله يغفر الذنوب جميعا والآية الأخرى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فلعلي وهمت فدمجت بين ألفاظ الآيتين ثم أيها الإخوة ذكرت لكم فيما سلف أن المصنف رحمه الله تعالى رتب كتابه هذا على ما يلي ذكر مقدمة يسيرة شملت آيات وآثار تبين أن الذنوب منها كبائر وصغائر ومسائل أخرى سبق بيانها ثم ذكر أكبر الكبائر ثم ذكر أبواب كبائر القلب ثم ذكر أبواب كبائر اللسان ثم ذكر أبواب كبائر الأفعال ثم ذكر الكبائر المتعلقة بالمظالم ونحن في هذا الدرس سنبدأ ببيان أكبر الكبائر قال المصنف رحمه الله تعالى باب أكبر الكبائر في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت استفتح المصنف رحمه الله تعالى سرده للكبائر في هذا الكتاب ببيان أكبر الكبائر وقد سبق وأن ذكرت لكم أن الذنوب وإن كانت تنقسم إلى صغائر وكبائر فإن الكبائر كذلك تتفاوت في مراتبها فمنها ما يخرج عن الملة ومنها ما يكون دون ذلك وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أكبر الكبائر فقال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلسا فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فالكبيرة الأولى الشرك بالله والشرك أيها الإخوة هو جعل شيء من خصائص الله لغير الله جعل شيء من خصائص الله لغير الله في الربوبية أو في الألوهية وهو على قسمين شرك أكبر مخرج عن الملة وشرك أصغر لا يخرج عن الملة وكلاهما من كبائر الذنوب فلا تفهم من قولنا شرك أصغر أن هذا الشرك من صغائر الذنوب لا بل الشرك وإن كان في تقسيمه ينقسم إلى أكبر وأصغر إلا أن المراد التفريق بين ما يخرج عن الملة مما لا يخرج عن الملة وإلا فكلا القسمين من كبائر الذنوب بل من أكبر الكبائر لأنها ظلم في حق الله تبارك وتعالى كما قال الله سبحانه إن الشرك لظلم عظيم ومثال الشرك الأكبر أن يدعى مع الله غيره أو يصرف شيء من أنواع العبادة المتقرب بها لله لغير الله كالذبح أو النذر أو الخوف أو غير ذلك وسواء كان ذلك لطلب القربة أو طلب الشفاعة أو غير ذلك كل ذلك من قبيل الشرك الأكبر قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين هذا التوحيد ثم قال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة هذه حجتهم يدعوهم ليقربوهم إلى الله أو يشفعوا لهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة ومع ذلك كانوا كفارا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فسماهم كفارا وإن كانوا يقصدون القربة والشفاعة هذا مثال الشرك الأكبر وأما الشرك الأصغر فمثاله الرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وقول لولا الله وفلان كل هذا من قبيل الشرك الأصغر يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء وليس ذلك حصرا بالشرك الأصغر وإنما المراد بيان مثال للشرك الأصغر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرياء والحديث صحيح رواه أحمد وغيره وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الحلف بغير الله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والحديث صحيح رواه أبداود وغيره ولما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال له عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده هذا كله من قبيل الشرك الأصغر ومن الشرك الأصغر أيضا لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه ومن الشرك الأصغر أيضا تعليق التمائم خوفا من العين كل هذا إذا اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء أو دفعه فإنها تكون من قبيل الشرك الأصغر وأما إذا اعتقد أن الحلقة أو الخيط أو العين أو صورة العين أو غيرها من التمائم إذا اعتقد أن هذه الأمور ترفع البلاء أو تدفعه بنفسها فهذا شرك إيش؟ هذا شرك أكبر إذا اعتقد أنها أسباب فهو شرك أصغر لأن الله لم يجعلها أسبابا وإذا اعتقد أنها تدفع الضر بنفسها أو ترفعه فإن هذا شرك أكبر لأنه تعلق بغير الله تبارك وتعالى ووجه كون الشرك من الكبائر أن الله لا يغفره إلا بالتوبة منه فإن مات صاحب الشرك على الشرك فإن الله لا يغفره له وإن تاب قبل أن يموت فإن الله يتوب عليه كما سبق بيان ذلك والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هل يشمل ذلك الشرك الأكبر والأصغر؟ هل يشمل ذلك الشرك الأكبر والأصغر في الآية؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هل يشمل الشرك الأكبر والأصغر أم يختص بالشرك الأكبر؟ يشمل أحسنتم يشمل الشرك الأكبر والأصغر ما الدليل؟ الدليل أن الله تبارك وتعالى حينما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به المصدر المؤول من الفعل المضارع هنا يشرك وهو مبني للمجهول ومنصوب والناصب له أن أليس كذلك؟ المصدر المؤول هنا والذي هو في محل نصب مفعول به للفعل يغفر مصدره شركا به وشركا به نكرة فتفيد العموم فالمصدر المؤول من قوله تعالى أن يشرك به شركا به وشركا به نكرة فتفيد العموم وهذا يعم الشرك الأكبر والأصغر فالله لا يغفر الشرك الأكبر والأصغر إما تصاحبه ولم يتب منه والشرك الأكبر يختص بوجوه أخرى في كونه من أكبر الكبائر من ذلك أنه محبط للعمل يقول الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فمن أشرك مع الله غيره ووقع في الشرك الأكبر فإنه يحبط سائر عمله ويختص الشرك الأكبر أيضا بوجوه أخرى كالحرمان من دخول الجنة وكوجوب التخليذ في النار يقول الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وكل هذا يجعل الشرك من أكبر الكبائر الكبيرة الثانية التي هي أيضا من أكبر الكبائر عقوق الوالدين عقوق الوالدين ما ضابط عقوق الوالدين ما ضابط عقوق الوالدين هذه المسألة أيها الإخوة كما قال النووي رحمه الله تعالى قل من تكلم عنها بضابط يحده ولكي أوضح لكم كلامي هذا سأسألكم لو أن الأب قال لابنه سافر معي سافر معي أيجب طاعته من اللي يقول نعم إذا كان الإبن موظفا وسيفصل من وظيفته إذا سافر أيجب طاعته لا إذا تغير الكلام إذا أمر الأب ابنه أن يتزوج من فلانه أيجب طاعته لا إذا قال الأب لابنه طلق زوجتك أيجب طاعته إذا تقدم الإبن لوظيفتين وقال الأب توظف في الوظيفة الفلانية وليس في الوظيفة الفلانية يجب طاعته إذا كان لدى الإبن مال وقال الأب اشتري بيتا يكفينا جميعا يجب طاعته إذا أمر الأب ابنه أن يأتي إليه بعد صلاة المغرب لأنه سيحضر إليه ضيوف والإبن ليس عنده شيء حينئذ لا وظيفة ولا غير ذلك أيجب طاعته إذا المسائل الحقيقة مختلفة منها ما قد ترددتم فيه ومنها ما جزمتم بأنه نعم أو لا والحقيقة أن ضابط العقوق قل من تكلم عنه بحد جامع له لكن من أحسن ما قيل من أحسن ما قيل في ذلك قول السراج البلقيني رحمه الله تعالى في فتاواه والذي نقله عنه ابن حجر الهيتمي في الزواجر حيث قال وتنبه لهذا الكلام جيدا قال مسألة قد ابتلي بها الناس واحتيج إلى بسط الكلام عليها وإلى تفاريعها لتحصيل المقصود في ضمن ذلك وهي السؤال عن ضابط الحد الذي يعرف به عقوق الوالدين ليش حننا بنعرف الضابط حتى نعرف الكبائر التي إن فعلناها وقعنا في العقوق الذي هو من أكبر الكبائر وحتى نعرف أمور أخرى ليست هي من قبيل ذلك فلا حرج علينا أن نقع فيها أو حتى نعرف أن هناك صغائر أخرى كما ذكر بعض أهل العلم قال وهي السؤال عن ضابط الحد الذي يعرف به عقوق الوالدين إذ الإحال على العرف من غير مثال لا يحصل به المقصود لأن بعض الناس بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا أن ضابط العقوق ما حمل إهانة للوالدين عرفا ما حمل إهانة للوالدين عرفا لكن هذا واسع ويختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان وحتى يختلف من قوم إلى قوم من أسرى إلى أسرى ليس كذلك ولذلك قال البلقيني قال إذ الناس أغراضهم تحملهم على أن يجعلوا ما ليس بعرف عرفا لا سيما إذا كان قصدهم تنقيص شخصا أو أذاه فلا بد من مثال ينسج على منواله وهو أنه مثلا واسمعوا لهذا المثال وهو أنه مثلا لو كان له على أبيه حق شرعي حق شرعي نفقه مثلا أو أن أباه أخذ منه مالا بلا حاجة اقترض منه مالا بلا حاجة وأراد الإبن أن يأخذ ماله فاختار الإبن أن يرفع والده إلى الحاكم ليأخذ حقه منه فلو حبسه فهل يكون عقوقا أم لا هذا الموضوع قال فيه بعض العلماء الأكابر إنه يعسر ضبطه وقد فتح الله سبحانه وتعالى بضابط أرجو من فضل الفتاح العليم أن يكون حسنا فأقول قال المصنف قال العقوق لأحد الوالدين هو أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما من جملة الصغائر فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر هذا أمر يعني مثلا جاء إنسان مر بجانبي فتأففت منه أو عبست في وجهي جميل أو سلم ولم أرد عليه السلام أليست هذه من صغائر الذنوب بالنسبة للمسلمين عموما إذاء المسلم من صغائر الذنوب يختلف طبعا مراتب الإذاء لكن فيما لم يرد به نص بتغليضه هو من صغائر الذنوب عدم رد السلام من صغائر الذنوب عدم إعطاء المسلم حقه الشرع الواجب له تجاهك من صغائر الذنوب أنا أتكلم عن الحقوق العامة فإذا فعلتها تجاه الوالدين صارت إيش صارت من الكبائر أي صغيرة تفعلها مع الخلق فعلها تجاه الوالدين يصيرها كبير وهذا من العقوق هذا ضابط قال أو أن يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الوالد في ذلك مثلا قال الوالد لولده لا تسافر لا تسافر وين رايح الولد قال أنا أريد أن أذهب لأتي بعمرة لأقوم بعمرة الوالد خاف على ابنه صغير في السن توه تعلم قيادة السيارة ما يجيد قيادتها بالشكل المطلوب الصحبة ليست كثيرة قال له لا تسافر يجب طاعته ما لم يتهم الوالد في ذلك ما لم يتهم الوالد في ذلك ما معنى هذا معناه أن الوالد إنما منعه تعنتا كثير من الآباء للأسف الشديد يمنع ابناءه من الخير تعنتا فإذا كان يمنع الابن تعنتا فليس هذا بعقوق إذا خالف أمره إذا كان يمنع الابن إذا كان يمنع الابن نكاية به مثلا لأنه لم يطعه في أمر آخر هذا تعنت ولا يجوز له أن يفعل ذلك هذا أيضا إذا خالف الابن أباه في ذلك الأمر ليس من العقوق قال أو أن يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الوالد في ذلك قال أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولد الضواب الدقيقة جدا أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولد قال الولد أنا أريد أن أسافر ستة أشهر يا والدي لماذا يا ابني أريد أن أتعلم اللغة الإنجليزية هل تحتاجها في وظيفتك؟ لا لكن قد أحتاجها مستقبلا قال الوالد لا تسافر أنا أحتاجك تخدمني وأنا كبير في السن يجب الطاعة ولا ما يجب؟ يجب وإذا خالف أبا كان عاقا قال الولد لوالده أنا أريد أن أسافر لماذا يا ولدي أنا أريد أن أعمل وآتي بقوت أبنائي أريد أن أعمل وآتي بقوت أبنائي ما عندي وظيفة في هذا البلد قال له الوالد لا تسافر اخدمني أفضل من أن تذهب وتسافر أنا أحتاجك أنا كبير في السن يجب طاعته؟ لا يجب ولا يكون عقوقا لأن المصنف هنا قال أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولد الولد لما سافر ليأتي بقوت عياله هذا فرض عليه أو ليس بفرض؟ فرض عليه إذن هنا إن قال له أبوه اجلس فقد تعنت ولا يجب حين إذن طاعته قال قال أوفي غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب هذا من ضمن ذلك قال أوفيه وقيعة العرض لها وقع مثلا الولد يريد أن يسافر أو البنت الآن يعني هذا أقرب مثال أو البنت تريد أن تسافر لماذا تريد السفر؟ يا ابنتي أريد أن أسافر لأتوظف وأبوها كافيها في النفقة وكافيها في كل احتياجاتها الضرورية لا ما تسافرين يجب طاعة الأب ولا ما يجب؟ يجب بخلاف الإبن بخلاف الإبن الذي يريد أن يسافر مثلا ليكون نفسه ليتزوج لماذا؟ لأن البنت قد تجر على عرضها وعرض أسرتها ما يذم فهنا يجب الطاعة وعند خلاف ذلك يكون العقوق هذا من أحسن الضوابط التي ذكرت من أحسن الضوابط التي ذكرت عند أهل العلم رحمهم الله تعالى ثم الكبيرة الثالثة هذا طبعا هذا ما يخص عقوق الوالدين وهي الكبيرة الثانية التي هي من أكبر الكبائر الكبيرة الثالثة التي هي من أكبر الكبائر شهادة الزور أو قول الزور قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ما هو الزور؟ قال الطبري رحمه الله تعالى أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل لمن سمعه أنه بخلاف ما هو به ولذلك قال ابن حجر في فتح أيضا وضابط الزور وصف الشيء على خلاف ما هو به وقد يضاف الزور إلى القول كالكذب وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها وقد يضاف إلى الفعل كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور وعليه فيكون قول الزور وشهادة الزور كل قول أو فعل باطل يخيل الشيء على خلاف حقيقته يقول الله تبارك وتعالى وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا هل عطف الشهادة على قول الزور في الحديث السالفي ذكره تأكيدا لها أم ذكرا لبعض أفراد قول الزور يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور هل يقصد في قول الزور في الجملة الأولى هي نفسها شهادة الزور وإنما ذكرها تأكيدا أو ذكر مثالا لقول الزور فتكون شهادة الزور مثالا فقط ويدخل في قول الزور جميع ما يذكر على خلاف حقيقته فيكون كل ذلك من الكبائر هذه مسألة مهمة لمعرفة مناطل كبيرة من غيرها ولعل يرجعها للدرس القادم أسأل الله تبارك وتعالى أن يسح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم إنه ولذلك وقادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين